أستاذة نورة من المنصورة تتفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو صراحة فضلت الشيخ الوقت أنا متجاوزة تمام وإخواتي ووالدتي وكل يعني كل عائلتي بما أنا أصح أنا اللي شايلهاهم تمام وكل ما يحصل لهم مشاكل أنا بكون في ظهرهم بس الوقت إخواتي مخسرين بنتي علي وجوز علي دمرين حياتي طيب مخسرين بنتك مخسرين بنتك عليك ليه بيقولولها إيه عليك أنا بنتي متجاوزة بيقولولها ممتك عائشة مبسوطة إحنا اللي محتاجين إيه عايزة إيه أكتر من إيه عايشة ومش عارفة إيه يعني هم بيقولولها إن انت ما شاء الله ربنا فتح عليك فإيه عايزة إيه زيادة عن كده فبنتك بتطلب منك طلبات فلما ما تقدريش تديلها الطلبات دي بتزعل منك لا بتوعب بقى تزعل وتتكلم تقول أنت عايزة إيه كل شوية كلام كل شوية بتاع عليها وجوزة تغير عليها ودنيات تغيرت عليها من سبابهم فمش عارفة عامل إيه طيب هل أنت حاسة في نفسك أنت فيه حاجة تغيرت أنا من ناحيةي مش وحشة خالص كل حاجة شايلهم فيها كل حاجة بص يا بص يا أستاذة نورة بص أقولي حاجة أستاذة نورة في بعض الأحيان الناس اللي بيخدموا الناس كتير هم وبيخدموا الناس كتير بيخزنوا جوه فيفضل يخزنوا ويخزنوا استحقاق ليهم عند الناس ده إحنا بزلنا اللي بنقدر عليه كلهم ده إحنا جبنا جهدنا ده إحنا جبنا آخرنا عشان نخدمكم ونساعدكم ونحسن إليكم ويبقى هم منتظرين من الطرف الآخر أنه هو يعمل إيه أنه هو يكافئهم على ده فلما ما يكافئهوش يبتدوا هم بقى ينتقدوه ويبتدوا يجمعوله كل الكلام ده أنا بقولك المسألة أيصر من كده أنت خدمت الناس ولو أنك أنت بقيت بسيطة في التعامل مع الناس وما بتلحيش عليهم هتفضلي عندهم معززة مكرمة قد يكون إلحاحك أن هم يتواصلوا معاك وأن هم يكونوا معاك ويأنسوك ويكونوا حواليك قد يكون دوات خطأ أنت محتاجة تعدليه وعشان كده إيه اللي حاصل ادفع بالتي هي أحسن هم يا ست ما قدروا كيش أنت حاولي تتلطف بيهم وحاولي تستمر في عمل الخير اللي أنت عملتيه مش حضرت النبي علمنا أن خير العمل لأدوامه وإن قال فالصدقة اللي أنت كنت بتعمليها سواء صدقة نفسانية أو صدقة جسمانية أو صدقة مالية استمر فيها ولما تستمر فيها ربنا يوسع عليك يبقى إذن أنت استمر في ده وإن شاء الله ربنا يبارك لك استمر في أن أنت تعملونه وأول نصحت لحضرتك سيبك من الإلحاح ما تلحيش ليه ما تلحيش العبد اللي متيقن من أن مولاه بيحفظه ما بيلحش على الخلق ليه؟ لأنه في السماء رزقكم وما توعدون ما تلحيش وإن شاء الله سبحانه وتعالى هيوصل لك الخير ويوصل لك كمان الأنس لغاية عندك ترجمة نانسي قنقر